اشتركوا في القناة طب وحش وبنسمع على حالات بتأدي لقدر الله للوفاة في حالات لو انا خدت مكمل غزائي غلط من غير مرجع لطبيب او دكتور ازاي بروح جم وازبط نفسي ازاي نظام غزائي اكل ايه ما اكلش ايه حاجات كترة جدا هنعرفها من خلال ضفنا وضيفكم النهاردة قل لي بقى تمام معاك اولا نبدأ بالمكملات الغزائية ولا نبدأ لا 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 اول حاجة خالص قل لي اسباب اختيارك للمجال ده او التخصص ده تمام هو في الاول المكملات الغزائية بالنسبة لي ما كانش بداية التخصص اه يعني انا دخلت المجال كنت طبعا صغير في السن بشوف الكباتن في الجيم الكابتن اللي يقولك خد المكمل الغزائي الفلاني يعني التمرين تمشي كذا معظم الكباتن بيبواخدين السكة دي بتكون تجارة اكتر منها علم او معرفة تمام فانا حبيت افهم اكتر المجال واحب افهم انا باخد ايه او بتعامل مع ايه بالزبط كويسة دي حاجة الحاجة التانية والدي الله رحمه قال لي حاجة كويسة جدا قال لي تخصص تميز فانا في المجال الرياضي من بدري وحتى في كلية تربية رضاية كنت قسمة كمال اجسام اه فلما خرجت من كلية كملت دراسات في جامعة اسكندرية في نفس التخصص نفس التخصص بس بقى في التغزية وفي الزات في المكملات الغزائية تمام عشان اكون فامي فالتخصص بيخلي الواحد متميز في مجاله الحمد لله حلو جدا يعني بنسمع يا كابتن على حالات ممكن حالات وفاة بتحصل نتيجة تناول مكمل غزاء يعني انا ممكن اروح جيم وراجل يكون مسؤول على المكان ده على الجيم ده هو مزاتها مرجعية او راجل مش متخصص يقول لي لأ خد الحاجة الفلانية لأ خد منها جرعة قد كده بنسمع على حالات كارثية حالات وفاة وهبوط حد دورات دموية هي القصة ما بتكونش بخصوص المكملات يعني المكملات لو دورنا وراء السكة بتاعت المكملات الغزائية كما جال هنلاقي صفر حالات وفاة انما القصة بيكون وراء المكملات يعني بتبدأ بكده بعد كده بيدخل سكة المنشطات والهرمونات ايوه والبيتعاطي أنتسولين هي فعلا اسمها تعاطي المنشطات دي حاجة مجرمة من الوادة اللي هي منظمة دولية متفسصة بالمنشطات في اللجنة الأولمبياء الدولية كل الاتحادات الدولية بتحرم وتجرم المنشطات صح لكن المكملات بتكون متهم أساسي لأن هي اللي الواحد بيشوفها في وشه احنا وبنشوفش المنشطات يعني فيش لعيب بيطلقوا لنا بأخذ منشطات ولا لعيب كورة بنشوفه في الملعب بيشرب أي منشط لكن هو بياخذوا مكملات غذائية قدامنا من خلال أدوية دي حاجة لكن المكملات الغذائية بيكون فيها تكة صغيرة لازم تتعامل معها بحير السياحة مثلا سي فيتامين بسيط زي فيتامين إيه لو زاد عن الزيادة الطبيعية بتاعته بيكون في حالات تسمم بيحصل يعني زي حبوب في البشرة بيحصل مشكلة مشكلة بيحصل في إنزيمات الكبد في إنزيمات الكلة ده فيتامين مثلا فيتامين دال تمام لو زاد في الجسم بيخلي الامتصاص الكالسيوم بيكون صورة أعلى فيعمل ترسبات على الأنسجة في الكبد والكلة والعضايا الدخلية فلازم يعني حتى المكملة الغذائية هي ما لاش أضرار ولكن التعامل معها يكون بحرص وتحت إشراف طبي لازم تمام طيب لو أنا قلت لك مثلا أنا عايز رشدة رشدة نظام الغذائي أمشي عليه عشان تزبطني تمام الكصة دي بالذات يعني فيه ناس كتير بيطوع في الغلط ده يخشوا على النت أو يقول حد مثلا بيتمرن أو كابتن في جيم اكتب لي نظام الغذائي أو قول لي على حاجة معينة على طول أول ما داخل بسم الله الرحمن الرحيم على طول الفكرة كلها يعني مش النظام الغذائي ما بيكونش مختص يعني مش نظام غذائي للناس كلها أو رشدة قدر أقولها للناس كلها يعني ممكن يكون اتنين إخوات كل واحد في نفاصيل الدم فكل واحد ليه معاملة مختلفة كل واحد على حسب نسبة الدهون نسبة الكوليسترول في الدم نسبة الأملاح والمعادن في الدم يعني أنا عشان أتعامل مع حد عمله نظام غذائي بطلب منه تحليل وبطلب منه انبادي اللي هو سورد الجسم بالجهازي يعرف يقولي نسبة دون قدية المياه الأملاح المعدنية عشان أعرف تعم معاه وفي نفس الوقت بسأله إيه اللي هو هو بيحب يأكل إيه وما يقولش إيه معنا ممكن أدي حضراتك حاجات غذائية يطلع مثلا عندك حساسية من أكل معين فلازم دي بيكون حاجة مخصوص لكل واحد لواحده صحيح بس لكن في عادات ونصائح ممكن الواحد يتجنبها وفي حاجات يعملها عشان يوصل لجسم مثالي يعني مثلا بنشرب كوباية مياه ده في الصبح حالي لمون على الريق ما نقولش أكل تقيل قبل ما ننام بساعة ونص أو ساعتين نحاول ان احنا على قل نمشي ساعة كل يوم نص ساعة لو تكبر في السن أو كده عشان الحرق اه دي أهم حاجة يعني تبقى نصايح بسيطة أو عاداتنا تجنبها نقلل من الدهون بعد عن المواد اللي فيها كوليسترول عالي ماشي مواد الجماعت والحاجات دي إزاي يقدر يبني جسم سليم من خلال نظام سليم ومن غير ما يدر نفسه ولا صحيته تمام أول حاجة الانتظام الانتظام في الأكل في النوم في التمرين يخلي كل حاجة في حياته منتظمة تاني حاجة الاستمرار يعني هما قاعدتين يعني لازم يشعر بعض انتظام واستمرار منتظم في التمرين بتاعه وقته لازم يكون ليه وقت يتمرم فيه معين كل يوم وقت ينام فيه وقت يصحى فيه هيزبط يومه هيلاقي النتيجة هتكون أسرع دي رقم واحد رقم اثنين انه يستمر على ده عشان يلاقي النتيجة لان النتيجة ما بيكونش أبدا يعني وقتية شايفين كابتن كده الأنظمة الغذائية بتبقى عاملة ازاي دي سلطات دي هي أما حاجة طبعا في الأكل في أي نظام غذائي السلطة يعني أنا مثلا لما بكون في تحضير البطولة أو بجهز المتش أو أي حاجة بجهز مرة بكون سلطة مش أقل من أربع أو خمس مرات في اليوم سلطة مع كل وجبة سلطة مع الفطار مع العشاء مع الغذاء لازم السلطة عشان هي اللي بتمد الجسم بالأملاح والمعادن والفيتامينات دي تقريبا بتركيبت الجسم نفسها ده حضرتك دي كنت في الجامعة في الماجستير في جامعة سكندرية طيب يعني وهم ما بيستعرضوا الصور إيه هي الطريقة المسلة لبناء جسم كويس أو جسم رياضي عضلي بالنسبة للسيدات أهم حاجة بالنسبة للسيدات أنهم يهتموا بالكارديو اللي هو التمينات الهوائية زي أبسط حاجة فيهم المشي أو الجري التمينات الهوائية طبعا بالنسبة للسيدات بتحفظها أنها تقلل الدهون وترفع الهارد ريت أو معدل ضربات القلب وبالطريقة دي بيعلي معدل الحرق عنده لأن طبعا السيدات معدل الحرق بتاعها أقل مرة ونص من الرجالة إلى مرتين طبعا على حسب تختلف من إنسان لتاني دي حاجة الحاجة التانية التمينات بتاعتهم ما تكونش بأوزان تقيلة زي الرجالة يعني عشان هم أصلا العضلات بتاعتهم غير قبل زيادة زينا هو بتتغير في شكلها لكن ما بتتغيرش في طبيعتها في قوة التحمل أولا لأن العضلة في الأصل قايمة على هيرمون التستستيرون اللي هو هيرمون الزكورة موجود في السيدات ولكن بنسبة قليلة جدا يدوبك للحركة والحاجات معاينة لإتمام عملية حيوية في الجسم حراوي إنما بالنسبة للرجالة هو الهيرمون الأساسي في الجسم فعشان كده احنا بيكون احنا أقوى عندنا عضلات أكبر ولو السيدات حاولت تتعامل مع الهيرمون ده بشكل أو بآخر بيبدأ يحصل لهم تغيرات فيسيولوجية يعني طبعا بتبقى أول حاجة فيها بتبقى ضعف الإنجاب أو بعد كده بتقل خصوة ده دي الأثار الجانبية للهيرمونات بتزيد واحدة واحدة لو مثل السيدات بتحب تدخل في مرحلة إنه بناء عضلي عشان توصل للرجال طيب بيحصل بقى تغيرات فيسيولوجية وتغيرات كمان ظاهرية يعني فيه تغيرات مثلا بيبدأ يظهر شعر زيادة في الوجه بيبدأ يظهر حدة عضمتين الوجه بيظهروا الصوت بيتغير كل ده عشان اللعبة في الهيرمونات من الهيرمون نوصل للهيرمون للسكورة أو العكس يعني ده بيبقى تأثير واضح جدا هو بيبقى واضح بالعين وواضح كمان فيسيولوجين لو عملت تحليل غير إنه هو بيأثر بقى على الإنجاب السلب طبعا طيب فيه ناس متهيالي نمانة أو أي حد تاني بياخد قرار إنه هو يدخل يلعب في جيم أو يلعب سويدي أو يغير شكل جسمه لازم يكون مطلع وقاري وعلى معرفة الأول تمام أعتقد إنه هو إحنا الحد تدي نقصانة الثقافة الرياضية في التخصص اللي إحنا هندخل فيه نقصانة أنا حابب بس أدخل ألعب اللعبة الفلنية وخلاص من غير ما يكون مطلع عليها ومن غير ما يكون عارف إذا كنت أنا مؤهل لها يعني ذهنيا وجسديا ولا لأ تماما هي القصة دي بتكون أيمة على حاجتين فعلا زي ما حدوك قلت ثقافة في المجتمع إنه إحنا ما عندنا ناشي ثقافة الرياضية أو الناشئ الرياضي من إنه إحنا أطفال ثانيا أنا شايف إنه ده بيبقى كسور في المدارس إنه مفروض يكون فيه زي زمان كان فيه حاجة اسمها الكشفين الكشف ده كان بينزل يشوف الأطفال اللي بتلعب في الشارع في المدارس يشوفوا ده ياخدوا نادي يلعب لعبة فورانية كده دلوقتي ما فيهش الكلام ده يعني زمان كان الكشفين دول موجودين فكل طفل بيكون موهوب في الرياضة معينة أو بيحبها بنلاقيه بعد كده في أندية بنلاقيه بيسافر بره بيلعب بطولات إنه دلوقتي ما فيهش الكلام ده يعني أنا فاكر أيام مدرسة الموهوبين كنت في مدرسة الموهوبين في مدينة ناصر الدنيا في المدرسة كل واحد بيلعب رياضة فيهتمام باللعيبة فيه نظام غذائي فيه كل حاجة مصبوطة فهو الكلام ده لو عمل صح هنلاقي إن إحنا قدام عشر خمس سنين بالكتير مش شرط عشر سنين ممكن خمس سنين نلاقي جيل طالع بياخد مدليات وعندنا أبطال كويسين يقدروا يشرفونا وفي نفس الوقت يكون أم ما بيحبوا اللي بيعملوه يعني حضرتك بتتكلم دلوقتي في قصة إن لازم تكون من الأساس ومن النشأة التربية الرياضية بتكون سليمة تمام هو النشأ بيكون من الأول يعني دايماً هتلاقي الأبطال مفيش بطل بتلاقي يعني بقى بطل بعد سن الاشرين أو قمس سوش هو مش بقول لحد ما تبدأش لا بس بتكلم من الأول يعني الحمد لله دلوقتي بدأت ثقافة إن إحنا نودي أولادنا الجيم من بدري نوديهم من صراط الرياضية يلعبوا جنباز سباحة من سن ثلاث سنين الأطفال بتبدأ تروح دلوقتي ثلاث سنين من ثلاث سنين بيبدأوا يتعلموا سباحة ده السباحة دلوقتي بتتعلم من أول يوم من أول يوم الأطفال بينزلوا محمد السباحة طبعاً مع متخصصين تلاقي الولد أو البنت عنده سبع سنين بيخش بطلات فيكبر هو بطل فالرياضة بتبقى لايف ستايل بالنسباله متعود عليها عنده معاد نوم معاد أكل معاد تمرين فبقت حياته متنظم له حياته كويس جداً معلومة جديدة أننا بيعلموا الطفل السباحة يعني بنتي عندها سنة ونص الحمد لله يعني إن شاء الله إن شاء الله أعلمها سباحة خلالها الأيام الجاية دي بإذن الله طيب والله كويس أنا غير دلوقتي بحاول أتعلم السباحة طيب خلينا نروح لنقطة مهمة جداً هل كل المكملات الغذائية أو الهرمونات الموجودة في الجماد مصرح بيها ولا هي تيجي كده بشكل عشوائي والهرمونات غير مصرح بيها تماماً يعني موجودة أو مش موجودة هي غير مصرح بيها تماماً وما بيكونش لها تصريح لأن هي أصلاً المنشطات دي بيكون عقاكير طبية بتستخدم في العلاج يحرفها الرياضيين لاستخدامها في مواد تانية يعني الرياضي بيستخدم مواد مخدرة أو مواد منشطة في عمل تاني يعني مش ده استخدامها ولا ده الشغل المعمول عشانه ولا المادة دي للعمل العضلي ده لكن إحنا دي بنستخدمها إحنا بنحور استخدامها إنما المكملات الغذائية هي موجودة من أول الأطفال يعني الصغيرين لو جبت لبن أطفال حضرتك قريت عنه هتلاقي مكتوب عليه مكمل غذائية طفل بتولد الدكتور بيكتب له تاني يوم فيتامين مثلاً ده النقط عشان يقوّل عظم بتاعه فالمكملات الغذائية دي معنا يعني من أول يوم لولادة لغاية لما بنكبر يعني مع مرضى السكر مع كبار السن فالمكملات الغذائية دي ما فيش أي مشاكل فيها إلا المكملات اللي دخل فيها منشطات ومكملات الغذائية اللي في مصر كلها بتخضع لتصريح وزارة الصحة وبيكون في تصريح من معهد التغذية وبيكون موجودة بسرأة منها وصرأة سليمة طيب لو في سن معين كحد أقصى إن أنا أدخل أمارس الرياضة وألعب رياضة وجم والحاجات دي في سن معين الرياضة تبدأ ممكن تبدأ من زي من أول سن مثلاً زي قلنا من أول سنتين تلاتة تبدأ رياضة لغاية سن الستين السبعين أبدأ رياضة أهم حاجة إن أنت تبدأ مش أهم حاجة إن أنت تقول أنا ما بدأتش وأنا صغير لأ أنا ببدأ من دلوقتي أنا هبدأ بس الفكرة كلها في اللي بيبدأ بيكون الهدف بتاعه بيختلف من كل مرحلة يعني دلوقتي مثلاً أنا هدفي بطولة بعد سنتين هدفي جسمي بكويس بعد عشر سنين أنا هدفي إن أنا أقدر أحافظ على احتياجات اليومية إن أنا أقوم لوحدي أأكل أشرب أعمل كل حاجة لوحدي أروح شغلي ماشي مطلع السلم منهجش إن أنا بحافظ على ستايل حياتي كل مرحلة وليها هدف معين يعني لغاية مثلاً أنا مثلاً عندي ستين سبعين سنة أنا بعمل رياضة عشان أقدر أقوم وعود لوحدي وفي نفس الوقت أحافظ على المفاصل والليونة بتاعتها ما يحصلش عندي خشونة أوه إنما السن في الرياضة ابدأ فوق الستين فوق السبعين أهم حاجة البداية أهم حاجة البداية ما فاش حد ما فاش يلا نندل الجيم من بكرة يلا يلا فينا يعني خايف من السباحة تعال نتمر من بكرة والله العظيم لغاية لغاية أنا بحاول بس إن شاء الله أنا بحاول معك طيب موضوع حلقاتنا جاي إن شاء الله إزاي تاخد مكمل غزائي في الجيم أول مكمل غزائي ليك وإزاي تعرف المكمل الغزائي المناسب ليك عن طريق تحليل أو عن طريق الكابتن المختص في الجيم والطبيب الخاص بك حلو جدا ومع الكابتن عمار عادل نكون وصلنا لنهاية حلقاتنا النهاردة إن شاء الله على وعد في اللقاء في نفس المعود الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامجكم القهوة استنونا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر